أخبار الأيام الأول وسفر سموئيل الثاني يبقى العدو كان عايز يسرق الحقل ده وهو وقف له نفسه الأب والأم يقفوا كده وهم بيصلوا مع الرب لن نسمح أن إبليس يسرق مننا أولادنا لن نسمح كان يقولوا لهم حاربوا عن أولادكم لما كان يدخلوا معارك لن نسمح بالإيمان لن نسمح لن نسمح لإبليس أن يضلل أولادنا تقولي نعمل إيه الصلاة بإيمان تنقل الجبال الصلاة بإيمان تعطل عمل إبليس لن نسمح النقطة الثانية اجتمع شعب الرب عشان يحارب ده مليء العدو قوي يقول لك وصعد رجال إسرائيل أو رجال الجيش بتعود في الأصل العبري أكتر جنود يعني الجنود اللي كانوا بيحاربوا جريوا هربوا سابوا داود وجريوا وأكيد بيقولوا إحنا نقعد نحارب عن حق للشعير ها بس دا عطية من الرب وإذا سيبتوا لإبليس هيطمع فيك ياخد حاجة أكتر لأنه طمع ولما سيب لإبليس مثلا اجتماع كنت بتحضره وبتديت ما تحضرهوش كنت بتاكل منه هيطمع أكتر لن يتوقف كتاب يقول لألا يطمع 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 إذا لم تقاوم سيطمع يقول الكتاب وصعدة يعني المعركة كانت تحت فجريوا الفوق دا شعب الرب خافوا وأكيد بيقولوا هنموت نفسنا علشان شعير آه دا شعير من الرب رب عطلخ خدمة صغيرة تقول لي يعني هتعب عشان الحتة دي ما دي دي من الرب وزي ما قلت في الخدمة السابقة فيه واحد يخدم زي ما يكون مالة عربية ضخمة قوي بالعشب بالقش عربية ضخمة جدا حجم ضخمة لكن تمن اللي في العربية دي كام تعوش واحد تاني عنده علبة صغيرة كده حط فيها دهب الماز مجوهرات صغير حاجة صغيرة لكن قيمتها في عينين الرب أضعاف 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 عربيات الأش وعربيات العشب اللي بيدي إيمة للحاجة اللي بتعملها مش شكلها اللي بيدي إيمة للحاجة اللي بتعملها إنك وخدتها من إيد الرب عشان كده هي سمينة جدا في عينيك وتحارب إبليس إذا حاول إن يسرقها منها البقيين مشيو هربو راجل ده بقى يقول إيه الكتاب أما هو وفي الأصل العبري ممكن تترجم ما عدا هو يعني ممكن تتبقى في موقف لوحدك مش مهم يبقى معك ناس كتير مؤكد لو الراجل ده تراجع حد حد شايلومه ما كل الناس هربت وكل الناس تقوله ده كان حقل عدس أو حقل يعني التاني برضو ارتبط بالعدس ده ارتبط بالشعير هيقوله ده حقل شعير وعشان ما تنساش زي ما قلت البقرة النحيفة اللي شكلها وحش بأنها ما بتاكلش هو الشيطان عايزنا كده روحيا في عالم الروح نبقى زي السبع بقرات اللي شافهم فرعون نحيف كده ما بيكلش عشان ما تنساش الحتة دي يقولولك النصر والكتاب المقدس شبه المؤمن الحقيقي بالنصر ترفعون اجنحة كالنصور يقولك النصر مختلف عن الطيور في حاجة مهمة ان اغلب الوقت بيطيل لوحده يعني عندك دعوة ربي بعتك مليك بقرية معينة وتصلي ومليك ومليك فيش حد عايز روح معاك فيش حد عايز شجعك مش مهمة النصر يطير لوحده يعني نصر وانت مع الرب نصر وانت مع الرب تؤيد بالروح القدس ومش مهم الناس تحارب معاك ومش مهم اي حد مهم انك انك انت اللي ملاك بيه الرب تأكدت انه من الرب تعمله اما هو كلمة عظيمة جدا فيه وقت ييجي الناس تراجع اللي كانوا يعرفوك تراجع اللي كذا كذا انت بس مسقل انك تعبل اتماع صغير في بيت اعمل طالما تأكد ان الصوت من الرب بش مهم لا نأخذ قوتنا الروحية من الاخرين واحنا فقدين القوة ليه لما تب انت معتبت على قوة الاخرين الاخرين دول سفروا مش موجودين زي الملك اللي في العهد القديم كان رائع جدا لما كان فيه شخص موجود شخص ده رح تحول تماما ربي مش عايزك كده ربي عايز عينيك تب عليه واذا الجميع تراجعوا لا تتراجع انت باسم الرب يسوع لا تكون بقرة نحيف قبيحة الشكل باسم الرب يسوع تستمر نسرا اللي يواخده من الرب وتأكد ان الرب اعطاه لك تنطلق حتى ولو كنت وحيدا حارب الناس كلها اللي جاي عليه لوحده لانه قرر ان مدام الحق لده عطاه الرب يبقى الرب لن يسمح ان يسرق منا ايمان وده اعطله او بقى الواحد زي ما بيقول الكتاب احيانا يبقى بألف ولا تصغر نفسك يعني في الوقت اللي حصلت فيه المعركة دي كان ده شخص من اللي انضمه لداود في المغارة يعني امكانياته ظروفه لكن مع داود اختلف ارفع ايدك كده اعلن مع الرب يسوع داود الحقيقي تختلف يعطيك الرب رؤية والروح القدس يملأك لتحقق الرؤية سواء في ناس بيأيودوك او ناس بيأربو منهم يبوا معاك في الروح القدس النقطة الثانية هامة جدا مش امشي مع الاغلبية لما تبقى الاغلبية برا مشيئة الرب هم هربوا هل دا كان في مشيئة الرب لا دا نتيجة الخوف مش امشي معاه ليس دائما رأي الاغلبية هو الرأي السليم في عالم الروح كثيرا ما يستخدم ابليس رأي الاغلبية الحقيقي اللي بيحط الرب في قلبك وكل ما بتصلي وتدخل للمخدع وتسجد أمام الرب او ترفع ايديك وتسبح في الاجتماعات تلاقي الروح يؤكد 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 هو دا الحقيقي امشي وراه حتى لو كنت أنت الوحيد تذكر النصر يطير وحيدا لأنه نصر عصفورة ما تطرش الوحدية حمامة ما تطرش الوحدية وصلي معايا زي ما قلت كل نقطة بنحولها صلاة يا رب لا تسمح لي أن أتأثر برأي الأغلبية اللي هيطلعني بره مشقتك ولا أتسمح أن أعيش خائفا من الناس أريد أن أفعل مشيئتك أيا كان الأمر وأيا كانت النتائج أنا مش أبني حساباتي على إرضاء الأغلبية أنا همشي ورا عمود السحاب كتاب يقولك إزاي كالب ويشوع وقفوا ضد الأغلبية كانوا مختلفين يا رب لا أريد أن أتلون بلون الناس أريد أن يظل أظل حاملا سماتك حامل سمات الرب يسوع وإحفظني إلى النهاية من التأثير العائلي الضار حصلت نعضة في حياتك عايزين يطفو الروح وتذكر قصة النبي الشاب والنبي الشيخ زين النبي الشيخ نجح في أن يطفي النبي الشاب كانت النتيجة أنه قوية عليه الأذى وتأذى الشاب الصغير احذر أنه ناس تطفيق ودايما ارجع للرب ودايما اسأل للرب وإعلن إيمانك أن الرب لن يضل لك أبدا مستحيل لكن الناس قد يضل نونك حتى لو هما مش قصديا يبقى أنا بتقدم لمائدة الراب بأعلن إيه بقول له أنا بتقدم المائدة بأعلن ولائي ليك هعيش ليك مش أطلع بإسمك وبقوتك برة ما شئتك مش أتحركني عاطفة أنت إلا أتحركني ويديك الرب رؤية منه لا تضعف هذه الرؤية مع تقدمك في الأيام